أن الدعاء هو حالة خاصة عند الإنسان تدخل في وجدانه في قلبه وترتبط هذه الحالة الوجدانية التي تحصل للإنسان ترتبط بباريه سبحانه وتعالى بالإله الذي يعبد بربه عز وجل الدعاء حالة خاصة برجع بكرر هذا المعنى حالة خاصة يعني الإنسان مفرض أن يكون قلبه بحال من الدعاء وتوجه إلى الله عز وجل ذهنه بحال من الدعاء والتوجه إلى الله كل كيان الإنسان بأثناء الدعاء ينبغي أن يرتبط بمن يدعو ينبغي أن يرتبط بربه سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر